بداية نشرتنا بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ألن هيان رئيس الدولة حافظه الله ورعاه برقية تعزية إلى الدكتور برهم صالح رئيس جمهورية العراق الشقيق بضحايا حادث غرق عبارة وسط نهر دجلة في مدينة الموصلة وعرب صاحب السمو رئيس الدولة عن أحر التعازي وصادق الموسى في هذا المصاب الجلل سائلنا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يحفظ العراق وشعبه الشقيق من كل مكره كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد براشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ألن هيان وليوهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتين تعزية المماثلتين إلى رئيس جمهورية العراق